سؤال دايماً مشهور جداً ودايماً بنتسئله إن أنا أول مرتبط إيه الصح وإيه الغلط عشان أنا ليه مسحتي وهو ليه مسحته والمساحات مدخلش على بعض هنرد على ده بس خليها ننزل شوف كاميرا يحكى أنا نزل تصور التقرير كده نشوف رأيي الناس إيه في الحدود ما بيننا وما بين بعض يلا بي عادي ممكن أدحك ودخل موضافي يظهر ومفيش أي مشكلة بس أو على حسب بقى النزل بالنسبة لإيه أنت وصل صاحبتي ومكش ده مسلاً دخلي في حاجاتي شخصية مسلاً مع عائلتي وهكذا بقى لازم يكون فيه حدود ما يتبقاش كتاب مكشوف لكل اللي قدامك إنه هو يقراب سهولة فيه حدود في التعاملات يتعلم تقول لأ مسلاً ده كلام برضو كبير يعني لو قلت لأ في أوقات كده هتبقى حلوة يعني هتعمل حدود حلوة العلاقات مختلفة يعني العلاقات الاجتماعية مختلفة يعني الصاحب غير الصديق وغير الزوج أو الزوجة غير الزميل العمل مثلاً كل حد ليه حدود معينة أنت اللي بتحطها له بحاول بشكل شيك كده إلا أنا أخرج من بره الموضوع ده بإجابة غير مباشرة يعني ده أكتر حاجة بحاول على قد مقدر ولو الإجابة مش هتبقى محرجة أو بالنسبالي بحاول أعظم أقدر شوية لأنا يعني أجاوب بالإجابة أنا بالنسبالي يعني على سبيل النساء مثلاً لو جيسة أني على مرتبة أو حيات الشخصية أو حاجة شخصية عندي بحاول بشكل أو بآخر أقول إجابة غير مباشرة ما تبقاش واضحة قوي وفي نفس الوقت ما قولش الإجابة واضحة هي على حسب شخصيتك يعني أنت لو عندك حدود مع الناس هيبقى الناس كلها عارفة حدودك فمش هيتعدوا لحدودتي والله هو السؤال الأสلا ما يسألش فيه لأن السؤال ده ده سؤال خاص بيانا فما يسألش فيه أهرد علي أقولوا ممكن ما ردش أقول أنها برايفيس يعني بس ما حدش لي دعوة يعني ح发 Linda تبقى تخصيني أنا بس مش عايفة عرفها الحد في الأول يعني بحط حدود في الأول بتعاملتي معهم لما حطوا حدود في الأول هم مش هيتعدوا حدودهم لكن لما في الأول أسبب لهم الدنيا هم يعني هيعدوا حدودهم برحيتهم والله على حسب الأدامي يعني كل شخص بعمله على يعني خطيبه الناس على قدره وقولين بس كده يعني على حسب الأدامي تصرفات الأدامي بتصرف معاه فيه ناس بتبقى فعلا أنا عارفة أن هي بتقصدش السؤال أنه يكون مثلا محرج أو أنها قلبها علي في أنها بتسأل سؤال مثلا حتى لو يخص الشغل فدي برد عليها عادي بكل صراحة والله بعملهم بما يرضي الله وبعمل الخير وبنملبح يعني وبتمنى أن ربنا يعوضني سواء مش نفس الشخص من الآخرين يعني رد فعلي عن مثلا حاجة هو بيسألني فيها أنا ممكن يبقى ردي مثلا صور ما شوية أو مش عايز أقوله فهو خلاص هيعرف كده أن أنا ما يسألنيش فيه تاني مش أي حد يخد عليك مش أي حد يروح يقوله ماشي للمنسك شخصية يعني بس الموضوع بس لكوة شخصيتك بس ودلي اعتمادوا عليه هو في حياتي العملية ببقى في شغلي بس يعني في البزنس بتاعي بس أو في شغلي بس لكن في الحياة الصداقة وكده كل صحابي يعرفين ببتكلمش في حياتي الشخصية غاضط يعني بتكلمش مع حد في حياتي الشخصية نهائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر